السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دي وصيقة اسمها بيم اسكوب فورك بنكتفق فيها على شركة بيم متزمة بايه يعني سبب المثال انت مسؤولة عن التصميم ومسؤولة عن كل حاجة انت هتعمل التصميم لا ده التصميم معي 2D وانت حوالي 3D من غير ما تنقشي ولو في ايه غلط بتنقشي مسؤولة عنه لا انت مسؤولة عن المراجعة لا انت مسؤولة عن التراجع ولو في مشكلات حلها من نفسك تمام فده يبقى حاجة لذيذة ان احنا فهمين او متفقين على الحدود بتاعتنا فاول حاجة بيعرف ايه هو الاستخدام بتاع بيم ايه الحاجة اللي الرجل طلبها عشان يعمل بيم ايه الحاجة اللي احنا متوقعينه من الرجل من بيم ده هيوصل لأي مرحلة من المراحل ممكن يعمل 300 ممكن يعمل 400 500 هسب ما هيعمل طيب هو مستلزم ايه يعني هو منتصر ايه منتظر مثلا الكوردينيشن منتظر الواحد تصميم منتظر وثقة معينة منتظر الارجل شارت واللي بده نشوف ايه الحاجات اللي هنتفع عليه وده يعني الورقة ديها ممكن تبقى جزء من الطيب الاتي انفرا بنتفي بقى فيدي شابك معاني لازم تتعمل ده عندنا شرط معين ان الملك في اي لحظة ايه ده يدخل على الموديل لا عندنا شرط الاجهزة كلها ووركستيشن كان فيه شرط كده في شهد المشاريع المشاريع لازم كل ناس بشغل ووركستيشن لازم بقى فيه طب الانورشيب من المالك بتاع الموديل هل هو مفروض المالك بتاع المبنى لان هو يستغل معدك فيه شرط كده تقولك لا ده الموديل ده بتاع انا وانا هسلمك بس الPDF و الDWG تمام؟ عايزه تشتريه تسفع فلوس انا بصراحة بم بحبش السلوب ده وطع وم بحبش الفكرة ديت بس دي بتبقى حسب الاتفاق يعني العقد شرط بنتعاكدية مسؤولية المراجعة البيم احنا خاصة حد من هنا هنجيب شركة من برا عشان معنى راجعة حد بتاع بم المسؤوليتك انتا يعني المراجعة نشوف المسؤولية مين شونجي مانجمينت لو فيه اي تعديل هتم ازاي الرياليشنشب اف بم ركوارمنت اف ازر ركوارمنت لو فيه اي من الطلبات معينة خلي بالك ممكن يكون الحاجات خاصة بالتصميم مش خاصة بالبم فهنتعمل فيها ازاي تمام؟ يعني لو جالك تعديلات شو حاجة خاصة بم لا ده المسؤولة دي مفروض نح هيتغير طب ما ده اللي موجود في الدزاين فهنبدأ نرتب الاولويات ونبدأ نشوف البرورتي بتاع انا واحدة الاول الفرست بريورتي مثلا او فيه المواصفات غير 2D غير الانفروميشن اللي موجودة في البروجيكت بم انا اللي اولوية الاسخدام تاع البم احنا محتاجين مثلا انت تجيب لنا منو الانفروميشن السكاظولات اللي هي 4D الـ هنميلة هبنصول عنه الفاسيلة منجمينت لازم تدينا ملف اللي هو CONSTRUCTION OPERATION BUILDING INFORMATION EXCHANGE وهتلاك بالتفصيل تكلمنا عنه على القناة بيماريبيا اه ايه اللي مطلوب في الفلسائية management مطلوب منك واحد من ثلاثة بلنا نحدد ايه الحاجة الاسسية اللي مطلوبة البيمكشن بلان هنبقى موجود فيها ايه ال LOD طبعا بش نوع بقى نعرف LD100 ومطلوب المفروض انها معروفة او بنقول نروح للكتاب الفلاني ونخلص منها طريقة التسمية انهم مثلا بمكشن بلان هيبقى فيها وصف طريقة التسمية تبقى عملات ازاي المودر STRUCTURE الSOFTWARE عشان مفيش حد ييجي يقولك لا ده شغل على برنامج غير اللي انت عايزينه لأ احنا كلنا شغلين على نفس الحاجة كلنا شغلين على مثلا ويندوز 64 لو انت قبل ما كنتوش يبقى لازم كل الناس بشغالها قبل ما كنتوش يعني بقى تفين على الحاجة احنا مش تبع شاركو مع اينا او بنعمل تعال شاركو مع اينا بس هازم نقوم بتفين على حساس نسرع الشغل بالنبول الفايل اكسس مين اللي حق ان هو يفتح الملف ده وتميل حق ان هو يعدل فالحاجة ده هنحددها بالاسامي باقمة الوفونات بالاملات بالاملات في البمكشن بلين البرامج 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 اللي حنتفع عليها اي ان كان البرامج اللي هنشغل بالopen source file format او open BIM او open standard تمام حسب بالاتفاده تمام الورقة ده مش اقبالي مش مش هو ده قرآن ده مثال وانت بقى براحتك الشغل علي انت عايزه تمام في الشغل بتاعنا مثلا عايز احدد في المودلينج ركوارمنت ما تدينيش ملف ريفيت وانت بيش حاطس فيه مثلا كذا 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 عاسبه المثال عاسبه المثال كان فيه حد شركة هندي عمله شغله وبتسلمه الشركة فقلت له افتح ففيه غلطة كتير جدا مثلا يركز على غلطة كتير موجودة كان هو حاطت الوساطة في الكهرباء وبشركب الواير بينهم شركب السلاك بينهم وبيقول لي لا هو في البمكشن قلت له لا مدان بيتعامل في الكادي بقى لازم تسلمه هنا برده لا السواق مش موجود قلت له لا انت مطلوب منك الى دي سري هندلت فهو يعني انت الحقود مطلوب فيه الواير لا اصلا مش متعود قلت له مش متعود دي انت فيه ورق مضى عليه ان انت هتسلم بسلوب معين فما ينفعش تركب حاجاته متوصلش وتقول استلم لا مش استلم لما تعملي الحاجات دي اتحوك مثلا احنا ببقى اتفقين ان انت هتدينا كذا 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 الاتفاقات على حاجات معينة لو انت متقليش ما تستطرش مني ان انا استلم منك الحاجات المتيريال مثلا لازم تكون موجودة المتيريال مثلا لازم تكون موجودة المتيريال ريتنج ممكن في العاد بقى تقول ايه باستثناء كذا 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 يعني عملك الشغل اللي اضيه 400 ما عادة استثناء بعض العناصر باش ههوصلها لك للمحادة دي لو انت موافق خلاص احنا متكفين عليها تمام؟ هنحن حاسين ان هتاخد ضغط كبير ومش هيبه فاتفة لازم مثلا التسليح من الوقت العملك بياخد وقت كثير لو انت عايزه عاملولك بس هيكلفك والتكلفة دي بالمبلغ ده باش هتستفيد منه كثير فبلايش احسن عايزه ادفع وهعملولك الناتب فايل فرمات هلازم تسلمهولي مثلا الافي سي الاندابل دي الاندابل سي وهكذا خلي بقى انت وكتبش ناتب فايل فرمات هيبديك ملف الدي دابل جي وقولك ماشي حالك عايز الملف الاصلي تفع فلوس وعشان كده لازم نكتبها في قلب العقب تمام دي امثلة لالسكوب فورك بتاعت البيعه